السلام عليكم كيف تكونوا داخل وعلى اخر ومرحبا بكم في قناة عالم ليلة طالس اليوم كيف تشوفوا واحد الكيش واحد الكيش ولا طغط شي هو منا شي حاجة يا سلام كيف عودتكم ديما المهم اليوم غادي نديرو العجينة ديال لابات ديال الكيش وغادي نديرو الكيش واللي رفقت معاد لاصوب خاطيرة بمعنى الكلمة المهم نتمنى لكم تجربها ان شاء الله لا سوب هذه نحط لكم مباشرة من مورا الفيديو ديال الكيش ولا طغط كيف ما حبيتوا تسموها قديتها بالطون والففلة مقلية شي حاجة بنينة واقتصادية اقتصادية بزاف 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 نتمنى لكم تجربوها وتردو لي الخبار يا سلام يا سلام بمعنى الكلمة والله العظيم محن زماني وعنى الكرام مع ديال الكورجيت واشي حاجة واو والله العظيم يا سلام اشتو كيفاش كيجيفاش كان قطوب ندخل المقادر سوف نأخذ 600 كرام ديال الدقيق فورس نأخذ 600 كرام ونأخذ 250 كرام ديال الزبدة يستحسن سواء ليليا وشاجة سوف نحن اخدام أعناية نتمكن كبنينة زائطة ثومة ندخل الملح يستحسن باردة نبس بس دقيق نخلطه مع الزبدة مزيان 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 خدمت بالرابو حيث المقاذير كانوا غير قلال طريقتها كيف تشوفوها عادي كيف كان خدمو الباط بغيزة غير بالزبدة اقتصادية ونضح هذه المعتمدة كيف تشاركتها معكم أربعة مزيان مزيان نخلطها مزيان ونجمع اذا لم تقضيها في فرنشتين لن يجبها اشتماعي ونحاول نجمع الزبدة مع البيض ومزيان نخلطها مزيان مزيان ونخلطها مزيان ونحاول نفتج بطاعة البلاستيكة ونخلط حول البلاستيكة ضع لانتساعة ونتمج مع المزيان ونشفي الأخرى سوى صغارين سوى مول كبير اللي بغيت انتو ما بغيتو تديرون اندي فيديوال ولا بغيتو كيش كبيرة كي درت انا يا طريقة كيف كاتب عليكم سهلا مهلا هذا الجناب بني نرى يلي اللي درت في فتخت صلاي اللي عقلتو بالنسبة الناس اللي متبيني مش حال هذا وبالنسبة الناس الجداد راه يدخلوا يشوفوا الفيديو اللي درت في صالة ديال تخوة ايطاج راه عادي يلي جناي اللي درت بيها الكيش هاتي نقطع نايا بشكل طولي اللي غادي نغلف بيها الجناب انا را دليل تدخلت من الخدمة وعاد نطقن طيب العشاء انتو ما كيف كاتشوفوا الطريقة سهلا جربوا الكيش بعد طريقة عادي وانا متأكدة بانا وغادي يجبكم هايجبكم بزاف 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 وغادي ندخلو على الكنجيلاتور بديت بيه بلا جناي اللولا دخلتها الكنجيلاتور عادي غادي ندوز نقد الحشو بالنسبة للقوام احتاجت واحد الففلة حمرة كبيرة وتقريبا واحد نسكيلو ديال البصلة خضارية كانت اه دول موسم دياله احتاجي تلطون ورقة موسى ثومة ريسة بزار ملحة اهنا كانت حطة الخميرة ديال الحلوة وباقي خاصاني ما يزينه المهم طريقة المقادروا الطريقة هادي نقولوليكم دابا هادي نشد شوية ديال السيد وغادي نحطو مع البصلة شتوني البصلة كيف قطعتها دوائر مع ورقة موسى فقط ما كنديروش لقمانيائيا الملحة يلالدرنا على البصلة كتطلق الماء كنبخا غادي ما تكت تسل تكت تولي اللون ديال بحالكا عضفتليها شوية ديال الملحة وشوية ديال البزار ما كترتش لحقيتش طون مالح وباقي غادي نزيد الملحة منين كتولي بهاد 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 انتو ما كيف كتشوفو فغاما وتتولي حمراء ديك ميسلا كي نقولو كنحيدا كنحطا كتصفة ضروري من هاد من هاد طريقة نحطا كتصفة عشي حاجة يا سلام وغادي ندوز نفس المقلع غادي ندير في عو تاني شوية ديال السيد وغادي نلوح فيها الففلة الففلة قطعتانا دوائر ففلة حمراء ضروري تكون ففلة حمراء ففلة خضراء ما كيجيش فيها بنين بحال ففلة حمراء غادي نقلع تايا مزيان 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 تتقلع وغادي نضيف لها تايا ضروري شوية ديال الملحة وشوية ديال البزار ضروري وشوية ديال التوما سمحوا لي ما قلتش لكم التوما ديروها في البصلة وديروها تايا شوية ما نكتره شنيائيا نقلها مزيان مزيان كيف كتشوفه وغادي نحطها في طبيعة تايا جانبا وغادي نضيفه وغادي نفذيك الأيام تقطع نقوم بمضاء الوضع نضيف الكيش نضيف الكيش نضيف الكيش 200 جرام كرام و نضيف جوج بيضات نضيف خميرة واحدة حمراء نضيف معلقة الميزينة نضيف خلط الخليط نضيف خليط نضيف خليط نضيف الخليط يجب أن تتميز حمراء ورصة سوف نقوم بتحضير جبن سوف نقوم بتحضير جبن سوف نقوم بتحضير جبن كبيرة 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 وما لو قررت هناك يتفره كان أفضل كبيرة ومدر أمنا كبيرة 100% سوف نفرش البصلة. شوفوا البصلة كي كاتبال لكم دير طيبة مزيان 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 وقطرتها مزيان تنفرق البصلة في الكيش جيالي كله باش يجوا الطرف متساويين أسهل طريقة وبنين بنين بزاف بزاف قولوا ليس تعطينا بادي بنين لكن قول لكم ما كان أبغيتكم باش تجربوا غادي نشط الطن بالنسبة لطن الكمية اللي عندكم عندكم قليل دير وقليل كتير ديرو كتير نفرقوا تاوا في الكيش باش يجي كل كل الطرف في في الطن هاتو ما كيفاش غادي نزدابا لاصوس ديالي غادي نخويها يالولا نتاين خويها تكون تاوية في زما في الكيش كله ميتين قرام وجوج بيضة يالله قدوني لها الكيش ماذا ما ما شاط لي منه موالو وغادي نشد الففلة نديرها فوق الكيش انا نراع تلطع لولا جيل اشا كلهم ضايرين بيا دابا غادي نشد الفرماج وغادي نديرو فوق منه منين غادي نسالي غادي ندخل الفران اللي عنده فران يدير فوق والتحت مئة وثمانين درجة اللي عنده ديال غاز يدير الفوق والتحت عافية تكون مهيلة هاتي ما خبيتاش وانما احطيت واحد طاوة الفوقي الفوقي باش ما ما يتحمرش ليضغيا بيتو ياخد وقتو في الطياب عاد كنحيد لديك الطاوة تنخليك يتحمر اللي باي دير عليه البابي كويسان اليمينيوم يديره ولكن الفرماج كي لصق فيه داك شيلاش فضلت نخلي نخلي يرتاوال فوقي وزد عليه شوية ديال الزعيطرة الزعيطرة ضرورية دخلتوا الفران كيف قلت لكم ومني نخرجتم الفران كانت النتيجة ياتي كيف كتشوفوا شي حاجة يا سلام شي حاجة مقدة من القلب جاب بنين لواحد درجة ما نقولش ليكم ورفقتو بالكريم ديال الكورجيت رائع رائع بمعنى الكلمة نتمن لكم تجربوا تجربوا هاد هاد لا طاقت ولا كيش ولا كي ما بينا نسموه وردوا ديال الخبر ان شاء الله في اللي كومنتر ديالكم كرحمة قليكم ونتلقوا ان شاء الله في فيديو ماجي لالاختكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة